اشتركوا في القناة اكتيفيجين بليزارد الكثير الأخرى بمعنى آخر ألعاب الناشط اكتيفيجين بليزارد الأخرى مثل كراش بانديكود وسبايرو دا دراجون وغيرها لن تصدر على أجهزة بلايستيشن الحالية أو المستقبلية سوني حصلت على عرض مميز في يناير من العام الماضي من مايكروسوفت اشترت بقاء اصدار جميع عنوين الشركة القادمة والسابقة على منصات بلايستيشن بينما الاتفاقية جيدة لتوقعتها سوني مع مايكروسوفت مؤخرا هي مخصصة فقط للعبة كوليف ديوتي وتستثني جميع ألعاب اكتيفيجين بليزارد الأخرى التي ستبقى حصرية على منصات وخدمات اكس بوكس هذا ما صرح به الإعلامي توم مورين الصحفي في موقع The Verge حيث قال معلق على العرض الليلة ضاعته سوني يناير 2022 التالي جميع عنوين اكتيفيجين الحالية ستبقى متاح على أجهزة سوني بما في ذلك الاصدارات المستقبلية في سلسلة كوليف ديوتي أو أي سلسلة أخرى من اكتيفيجين حتى 31 ديسمبر 2027 وعاد ورن يؤكد أنه حصى على تأكيد رسمي من رئيس الاتصالات في اكس بوكس كاري بيريز بأن اتفاق الجديد يطبق فقط على لعبة كوليف ديوتي وأشار موقع The Verge إلى أن هذا الاتفاقي لتوقعتها سوني هي مشابهة للصفقة التي تم توقيعها مع شركة نينتندو بينما هناك اتفاقية مختلفة تم توقعها مع شركات الخدمات السحابية مثل انفيديا وبوستروت وستضمن اصدار ألعاب كوليف ديوتي بالإضافة إلى جميع ألعاب اكتيفيجين بليزرد الأخرى هذا لا يعني أننا لن نرى ألعاب اكتيفيجين بليزرد مطلقا على أجهزة بليستيشن فقد تقوم مايكروسوفت بإصدار بعض العنوين على منصات خارج اكس بوكس ولكن سيتم حينها دراسة كل لعبة على حدة بينما لن تكون مايكروسوفت مجبرة على إصدار أي من هذه العنوين على منصات بليستيشن أو نينتندو حيث لن تجبرها أي اتفاقيات على ذلك إلا في حال كانت ترغب في نشر هذا الألعاب على نطاق أوسع ما هي توقعاتكم للطريقة التي ستتعامل بها مايكروسوفت مع ألعاب أكتيفيجين بليزرد الأخرى على منصات بليستيشن ونينتندو شاركونا تحت قسم التعليقات لا تنسوا اللايك والإستراك بالقناة ترجمة التنبيهات وبإمان الله اشتركوا في القناة